الحقيقة الإعلام المصري بينفخ في مسلسل اسمه مملك النار وطبعا يعني كمية الجهل وكمية الحجد اللي معموله نكاياتا في تركيا وهم عايزين المصريين يكرهوا الأتراك عايزونكم انتم كشعب تكرهوا الأتراك ويحشدوكم في كرية الأتراك وبعدين لأمر ما السيسي تصلح مع الأتراك فيتقلب ويعملوكم مسلسل تحبوا الأتراك والشعوب ماشية كده الحقيقة يعني وده شيء محزن يعني أنا بحذركم بلاش بحذركم منبهكم لأنه فعلا بجد قللوا من عدد ساعات جلوسكو قدام التلفزيونات المصرية لأن دي تلفزيونات ما هي إلا عبارة عن نافخ نار انتم مش هتستفيدوا حاجة مسلسل مملك النار عملين يحشدوا فيه وعملين يكلموا فيه طبعا أنا بس عشان ما أخفلش حقه خالد النابوي ممثل رائع وأنا بقول كده على الهوى وده حقه وأنا من زمان عندي رأيي قلته قبل كده أكتر من مرة خالد النابوي هو من أكتر أبناء جيله موهبة موهبته رائعة خالد النابوي ممثل هيل وكان زمان مفروض نكون نشتغل مع بعض مسلسلنا وهو لكن لأمر ما ما حصلش نصيب وحصل حاجات يعني لكن حتى الآن لازلت بعترف أن خالد النابوي ممثل قدراته التمثيلية عالية جدا فكلامي عن مملك النار ما ليش علاقة بخالد النابوي وأيضا ما ليش علاقة بكاتب المسلسل اللي أنا معرفوش أصلا ولا بالمخرج ولا بصناع العمل لكن أنا ليه علاقة بالأخطاء التاريخية الخطأ التاريخي أنا عارف وأنا من الناس اللي بقول ما تاخدوش التاريخ من العمال الدرامية لأن العمال الدرامية سيئة جدا ومش حقيقة وبيتلو فيها عنق الأشياء عشان نعمل دراما حلوة زي مثلا في المملك النار الناس كلها في مشهد إعدام تومانباي بيقف خالد النبوي أنا مشوفش اللقطة دي خالص ولا بشوف حاجة يعني ويقف يقول أنا هو أنا هو ولكم مش قدمه يا سي ده اسمعيه هو ده المشهد هو ده المشهد اللي هتعرضه مشهد بيقول فيه أنا وهو رايح يعدمه بيقول فيه أنا راحل ومصر باقية تاريخيا يا حضرات واللي الأمانة واللي ما يعرفش يعرف واللي يعرف يبلغ زميله ما فيش حاجة اسمعه مصر أصلا مصر لم تعرف الاستقلال من سنة تلاتين قبل الميلاد يعني سنة تلاتين قبل الميلاد لأ سوري من سنة أنا أسف من قبل سنة تلاتين من يوم دخول لإسكندر مصر نشوف كده مشهد الإعدام آه نتفرج عليه من بعيد كده عشان بس حول ملكية الفكرية نشوف كده هو ده مشهد الإعدام آه ده التريلر طيب خلينا أسيبك من الله ده لما داخل إسكندر المكدوني مصر أسست باطلايموس وده كان قائد من قواد ويعني قال له انت رايح أسيا والهند والهتت دي معك ربنا معلم روح انت وانا عايز حبيت البلد دي وهأسس فيها مدينة اسمها الأسكندرية على اسم الإسكندر من الوقت ده من التاريخ ده حكموا البطاليمة مصر لحد واحدة اسمها كيلو باترة السبعة لإني جدتها برضو اسمها كيلو باترة وليها جد تانية اسمها كيلو باترة كيلو باترة السبعة دي اللي احنا عارفين قصتها كلها اللي حابت قيصر وبعد قيصر حابت ماركة أنتوني والحاجات دي اختصارا يعني من دخول الاسكندر مصر مصر لم تستقل إطلاقا ويبقى دولة لها شأن أو يعني مستقلة إلا إلا في 1952 1952 بس اللي هم حكم العسكر قبل كده بقى حاكموا بقى البطاليمة حاكموا بعد كده الرومان حاكموا بعد كده العرب دخلوا مصر وبعد العرب بقى بدأت الحضارات العربية زي الفاطميين والعباسيين إلى آخر يعني لحد العثمانيين سنة حاجة عشرين انتهت الخلافة العثمانية مصر بقت دولة مستقلة اسما لكنها تابعة للتاج البريطاني ثم حصل 52 خلصة مصر بقت مستقلة قبل التاريخ ده كله ما فيش دولة اسمها مصر في حاجة اسمها المصريين ما فيش حدود لمصر يعني ما كانش عندنا حدود حدود من كذا لكذا تبقى مصر ما فيش كلام الفايدة خالص كان فيه مصريين فقط وكان ما يجمع الأمم كلها الديانة الاسلامية واللغة العربية بس ما فيش حاجة تانية خالص طيب عشان بس الناس ايه ما تغلطش عشان كده يقف ممثل يقول بيلعب دور تومان باي يقول اني راحل ومصر باقية لا سوري لا سوري جاب منين بقى الاخ الكاتب هو طبعا دي مش كتابته ده كلام بقى عشان ايه يلعب فيه الكيميا المصرية فالناس تقولك لا شك ان المصريين حبوا تومان باي عشان بس ده تاريخيا سابت وحبوا بسبب حاجة واحدة بس كان قنصوه الغوري من الشفاء على المصريين وامطلع عينهم كانوا بيكرهوه فلما سافر مرج دابق عشان يقابل سليم الاول حصل اني مسك مكانه تومان باي تومان باي عشان حسن الشعب هايج لغى الضرايب والمكوس والحاجات وبتاع فالمصريين حبوه لان الراجل يعني لسه جاي اهو شك فك علينا خلاص اذا تومان باي ما كانش يقوى العظيم ده هو كان راجل بس جاي كم شهر كده لحد ما دخل سليم الاول مصر ودخل في معارك معاه وسليم الاول بعاتله مشايخ وبعاتله رسل اتلهم تومان باي وقال له افضل قوم لحد ما يشعرف ايه كانته نفسه على العرش يعني تمام تمام اتقابد على تومان باي واتعدم وهو رايح الاعدام لاجاب سيرة مصر ولا كان عارف حتى انه هيتعدم ده ما كانش فاهم فيه ايه اللي بيحصل ده تعدم خدوه شوية قصدي ابضوا عليه خدوه شوية في حتة ثم جوم في يوم كده يطلع يا معاهم معا انا فبقى ماشي معهم في الشارع مش فاهم ايه اللي بيحصل و ايه اللي هيحصل فيه في مؤرخين كتير كتبوا في القصة دي وانا مستعد اجيب لكم المصادر والمراجع التاريخية اللي كتبوا عن القصة دي لكن صناع المسلسل اخدوا من واحد بس اسمه ابن اياس ابن اياس ده بيكره العثمانيين لأمر ما يخصه يعني وده طبيعي في التاريخ على فكرة ابن اياس بيقول يعني الحقيقة الغستة دي بقى عن اعدام ابن اياس مؤرخ كانت ضد دخول العثمنين مصر خلاص والمسلسل كله مبني على رواية ابن اياس تمام تعاني شو بقى ابن اياس بيتكلم على اعدام تومان باي بيقولي بقى وتفرّجوا بقى بيقولي تومان باي تبقى لرواية ابن اياس اللي بيكرر أسماعيل ويقول ابن عياس في كتابه قائلا فلما تحقق من أنه سيشنق وقف على أقدامه على باب زويلة وقال للناس الذين حوله اقرأوا لي سورة الفاتحة ثلاث مرات فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات وقرأت الناس معه ثم قال للمشعلي بتاع الاعدام يعني اعمل شغلك فلما وضعوا الخي في رقبته ورفعوا الحبل انقطع به الحبل فسقط على عتبة باب زويلة وقيل انقطع به الحبل مرتين وهو يقع إلى الأرض ثم شنقوه هو مكشوف الرأس لاحظ النص بيقول ايه بقى ده ابن عياس ما شافش ده ابن عياس ما شافش الاعدام اولا في المسلسل اللي أنا شفت اللقطة اللي عدوها دي بيعدمه ورا مسجد كده هو كان الاعدام بيتم بس على بوابت المتولي اللي هي موجودة لحد الوقتي اللي قدام الجامع الأزرق قدام المسجد الصالح طلاقع عند المغربلين قدام الخيامية عشان نخلص يعني ما كانش القصة للمصورها دي بيقولي بقى ابن عياس ما شافش بيقولي بقى ورفعوا الحبل انقطع به فسقط على عتبة باب زويلة وقيل انقطع به الحبل وقيل قيل يعني المعلم نقل على الناس وقال ابن عياس با فاجتمع الحددين والنجارين والمشعر فيه وقاعد يقروا الفتحة للسلطان السلطان تومانباي دا الحقيقي لاجه بسيرة مصر ولا انا راحل ومصر باقية مفيش حكران ايه مفيش مصر اصلا مفيش سيرة مصر في القصة خالص يا جماعة دول ما مليك دول ما مليك حكموا مصر فترة طويلة كان فيهم سلطين عظماء وكان فيهم ناس زبالة زبالة دول ما مليك حتى لما سليم دخل سابهم يحكموا مصر بالمناسبة يعني بالمناسبة تاريخيا لما دخل سليم الاول مصر سابهم هم اللي يحكموا مصر ما عملش حاجة في الممليك خالص عارف مين بهدلهم محمد علي هاتوا بقى اعملوا مسلسل عن محمد علي ويوم الجمعة 11 مارس 1811 يوم الجمعة في شهر مارس في 1811 جمعهم محمد علي كده وولع فيهم البرود وجير يوناس منهم وفوضوا ليجروا في الصعيد ومش بس كده ده كان قبل صلاة الجمعة ده الفاجر محمد علي عمل فيهم الحركة دي قبل صلاة الجمعة طلعوا يهنوا عشان ابنه رايح الحجاز هو كان محضر بقى الخطة بتاعته وهم بقى راجبين ولابسين الحجاب بتاعتهم الكبيرة والرياش ومش عارف ايه مش رحين حرب الفكرة الماليك في الحرب كويسين جدا ده نابليون خدهم مع الحرب وراحوا اسبانيا معاه المهم يعني هم شربوا معاه القهوة وقاموا يمشوا قفل الببان وقاعد يضرب فيهم نار في التوقيت ده كانت فيه قوة تانية بتنهش بيوت وحرمات ونساء المماليك في نفس التوقيت هم بتضربوا فلو عايزين تعملوا اعملوا مسلسل عن محمد علي وشوفوا محمد علي بمنتهى الإجرام أجرى مدبحة دموية يندلها الجبين مش سليم الأول ما علينا على كل حال ما تاخدوش التاريخ من المسلسلات لأن دي مسلسلات الحقيقة المطلوب منها كراهية كل ما هو تركي